أتصور على أنها محطة خاصة أنا 33 سنة في هذا القطاع و لم نزلت في عدو 90 لماذا نزلت في صحراء وقفاتي لكن لم أتذكر أننا في التاريخ دير قطاع الصيديوحري وصلنا إلى حالة رغم الخطابات تقولها المطمئنة مغريضة مغريضة يدرق واحد الواقع بسوء القصد أنا تقول مطمئنة لكي نجد الهلع والاستثمار والاستثمار الأجانب مطمئنة لكن يمكن أن نفتح واحد النافذة و نتكلمه على الأقل حط الواقع كما هو وبعد ذلك أريد أن ترجع الخطاب مطمئنة لكن الوضع السيء وضع السيء لإعتبارات التي سأريدها و لا يوجد المسؤولية لتعيشان و لا يوجد وزير الصيد البحري المحترم و لا يوجد رئيس المسؤولية لك كاملين لكي نفضل هذه النقطة إذا لم يكن لدينا حسب التشيحة لكي نحسب رأسناك كاملين و هذا وقت مرحلة النقطة وأريد أن أعطيكم بعض الإرهاصات و بعض الأفكار حول الوضع لأن الأمور فشلت كل الأزمة هي في وقت ترجع الخطيار الكبرى و تصورات الكبرى التي كانت مؤسسة في قطاع فأنا نبدأ قطاع الصيد البحري و سبعة و ثمانية و كود ديباش ماريتيم و لكن نبدأ و نبدأ و نبدأ و نبدأ بداية وزارة الصيد البحري دائما في مخططة قبل الثامة كان دائما نتكلم عن ثلاثة الأهداف تشغيل التغذية والاستهلاك المحلي والميزان التجاري ثلاثة الأهداف مزيان هذا ما يغيبون لأننا فجأت استراتيجية أليوتيس و نزلت المستوى عملي تحت شوية و غابوا عننا هذا الأهداف لأننا دائما نقول في الانتقادات القطاع ما عندوش تصور سياسي عندو تصور قطاع صحيح تدبيري في واحد المستوى تحت شوية استدامة فاعلية و التنفسية مزيان هذا الشي لكن رغابوا عننا المقاصد الكبرى و منا سنحاولون أن نرجع لهم و ضحينا بالسوق الوطني و مستهلك الوطني و مع الحوت لا يوجد حسب التروة السمكية و ضحينا بالشغل برغم أنك أرقام الشغل كتبين ارقام المناسبة يقومون بقراءات متعددة أفضل czy out of our work that is very much الاستهلاك المحلي قونات تجارة صحيح و هذه المقارنة التي تجد موفقة ما بين القطاع الفلاحي لأنها تنمو على نفس مقاربة في التذبير والتي هي نابعة على نفس المقارنة التي يعطيك تصور كتب الدراسات قطاع الفلاحة و القطاع الصيد البحري مرجعية نيوليبرالية و اقتصاد السوق لا تعطيش اهمية البعض الاجتماعي فكانت نتيجات اكيد انه سيكون نزيف دي الماء و السمك اكيد انه سيكون انتعاش دي الاستثمار والصادرة الطبيعي و اكيد انه اللي ما قادش يشريح وتما قادش يقرح وتما يبقىش يشوفه قاع مش عاديش يريح طبيعي لانا الادوكترين هي اللي مام وبالتالي كوزارة كحكوبة كبرلمان ذا بداما نعملوا رجعوا لكليفوندام وتنطرحوا الاسئلة الاساسية هاد السمك غيالمن وشكل يخصو يستفل منو تعقلو نحنا تناتنا نعتبرو كبير طبيعة الحال لكن اللي كانوا في تمانينات تعقلو في تمانينات اسماك و بخوجيل كان التدبير القيطاع في وضع تقدومي مو تقدم اكتر مما هو الان كانوا لي كيوسك في اي مدينة كانت تقالي كيوسك ديال السمك مجمد اللي بغيش يريح كان مشروع ديال توزيع ديال السردين و اسماك مجمد لباش يجعلو في المتناول في المتناول هاد الشيء مو ممكن الان لكن شكونا ولا غير يفكر فيه شكونا غير يوصل السردين في اكياس مجمدة على طول السنة بسعر لايت تجاوز 10 درهم هذا ممكن انا تقول لكم ممكن على طول السنة السامك السردين يتوجد وعندهم مشروع جائز لمن يهموا الامر باش عمر السردين فوت 10 درهم على طول السنة لكن خاص ارادة سياسية باش تنزيل مثل هذه المشاريع اتمنى انك تجدر ما يتقلقوش من هذا الكلام طيب هنتكلم على مناسبة ماشي التجدر المقصودين بهذا الكلام هذا المقصود هو كل لان هذا مشروع متكامل فيه من صياد حتى الموزع تاجير الموزع والمخزين والذي يبيع بالتقصيد هذه سلسلة في اطار بيزنس بلان تاكمولي ولكن انا شاهدوا باش من تيهوش ما شاهدوا انه اقتصاد الازرق جيد مهم مستقبل كمجاسي السقلي ديال الاقتصاد الازرق جميع المؤسسة الدولية ستكون عن مستقبل للبحار لا يحتاجنا نفرطه في البحار ديالنا لان اليابيس سالينا مع قامة مقارات كل شيء بدك يستنفذ قاعدنا البحار جميع الدول العالم قد يقتصد حتى المغرب بدأ في سياسات الازرق والتي تقوم بالاساس على الصيد البحري وتربية الحياة انمائية بالاضافة الى انشطة اخرى سياحة تقتموت جديدة بيو تكنولوجي الى اخرى لكن اقتصاد الازرق دعمت اساسي للصيد البحري وبالتالي الى فرطنا في القطاع فنحن نفرطه باهم الدعمات ديال السيادة الغدائية التي تقوم على جوجة الدعمات جوجة الرجلين الفلاحة والصيد البحري اكتر مما سابق يجيبوا هاد الجوج هادو يكونوا متنازمين لا يبقى فريق ابنته المغربة يأكلوا 14 كيلو ديال الحوت ولا 15 كيلو ومناسبة برخصنا دراسة ديال السوق اكتر معشرين سنة ما درنا دراسة ديال استهلاك المنتجات السماكية في المغرب ووزارة كانت برمجتها حال مرة وما زال ما توفقتش بشكل سيارة خصنا دراسة نعرف المواطنين المغربي كيف حالت يأكل الحوت كيف حالت يأكل محددة الاستهلاك والطالب دياله بشكل سياسة تكون موجهة بشكل أفضل قابلها من نيات الله يجلزك بأخير اذا دراسة دراسة نعرفها تبرمجت ليس ما تبرمجتها هي خصت تفاعله بشكل سيارة هذا كل ما هو فصل السوق المحلي و الأولى مختلفة غير مصرحة هاتي الشيء هذا سنتبته هو صحيح و لا ما صحيح اذا هذا القديم ديال اقتصاد الأزرق جدا مهمة سنحافظ على الموريد سنحافظ على القطاع لانه هو القطاع المستقبل سنجل القطاع الصيد البحري أخي عيشان واسمته أخي اسقليد أعطوا مجموعة المعطيات إلى آخرين سوف ندوز بالفعل قطاع الصيب الحريد الآن الانتاج رافع بشكل كبير الصادرات ذلك وصلت تبابلت تناهز تقريبا 30 مليون مليار درهم مزيان 30 مليون دولار هذا هو الهدف الذي كان مصطر في الأول مزيان الانتاج رافع من 900 ألف مليون طون رسميا 1.5 مليون طون هذا هو المؤخدات الحبيب ونعرف أنه ليس سهل لأن الانفورميل هذا من المشاكل الكبرى التي تنخر القطاع لانفورميل تصيد ولا تصرح وستوزع 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 لانفورميل ما زال استراتيجيا من الأمور التي فشلت فيها الاليوتيس هو المعالجة لانفورميل أنا أعطيكم أرقام لا تطيقوني ما أعطيكم أرقام أرقام رسمية تقدب أرقام رسمية مليون وسبعمائة ألف طون لا تتكلم على 880 ألف طون لا هذا منتوج نهائي دقيق السماك كونسيرف كما ترجع المادة الأولى تجد مليون وسبعمائة ألف طون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر